أسعد الله وقاتكم أعزاء المشاهدين الأجواء اليوم مشمسة وحارة نسبيا مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعة ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة متوقع أن تتحول مع مساء اليوم إلى رياح جنوبية شرقية تستمر خفيفة السرعة متوقع تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة مع أجواء باردة نسبيا نتعرف أكثر على أجواننا الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة 29 درجة مئوية رطوبة نسبية 39 بالمئة أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجعام على دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية حاليا نقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مستمر معانا اليوم وباتشر إلى حين تأثير امتداد مرتفع جوي إن شاء الله سيكون معا بداية عطلة نهاية الأسبوع الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة مع رياح جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة حول المعدل ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد تستمر معانا رح تبدي تتحول الرياح إلى رياح شمالية غربية مع دخول ساعات الصباح الأولى وأيضا درجات الحرارة رح تكون في ساعات الصباح الأولى ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية وأيضا رح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا رح تكون ملحوظة أكثر خلال منتصف اليوم منتصف يوم الغد رح تكون أجواء معتدلة تميل إلى الدف متوقع تصل درجات الحرارة العظمى في يوم الغد ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية رح تبدي تتراجع تدريجيا مع نهاية الظهر يوم الغد أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة تصل ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية على أغلب المناطق أما بالنسبة للرياح الرياح رح تكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 35 كيلو متر في الساعة رح تتراجع تدريجيا مع مساء يوم الغد وأيضا رح تكون أجواء معتدلة تميل إلى البرودة نوعا ما مع رياح شمالية غربية إلى خفيفة السرعة البحر خلال 24 ساعة القادمة رح يكون خفيف إلى معتدل الموج يصر ارتفاع الموج نهارا إلى أربعة قدم أما مساء يوم الغد رح يتراجع يصل إلى ثلاثة قدم وهذه الفترة من فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة المد الأول باتشل رح يكون ساعة 4 و7 دقائق صباحا المد الثاني ساعة ثلاث وثمانية واربعين دقيقة مساء الجزر الأول ساعة 59 دقيقة صباحا الجزر الثاني ساعة 10 و55 دقيقة مساء المواقع بذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 4 و48 شروق الشمس ساعة 6 و7 دقائق أما موعد أذان المغرب الساعة 552 دقيقة تقص المتوقع في مدينة تويت خلال 5 أيام مقبلة باتشل رح تكون رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من حين إلى آخر تصل سرعتها نهارا إلى 35 كيلومتر في الساعة لكن تتراجع مع نهاية اليوم تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة أجواء مشمسة حارة نسبيا العظمى المتوقعة 30 أما الصغرة 18 درجة مئوية يوم اليومعة رح تتحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة مع نهاية اليوم رح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا العظمى 32 وصغرة 17 درجة مئوية يستمر معانا الهوى الكوس إلى متقلب الاتجاه في يوم السبت والأحد مع أجواء غائمة جزئيا العظمى المتوقعة ما بين 27 إلى 28 أما الصغرة 18 درجة مئوية وهناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في يوم الأحد رح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة يقلب معانا الهوى إلى شمال غربي في يوم الأثنين متوقع تصل سرعتها إلى 38 كيلومتر في الساعة أجواء رح تكون مشمسة والسماء صافية في يوم الأثنين العظمى المتوقعة 29 أما الصغرة 19 درجة مئوية لمزيد من التفاصيل حول الضغس يمكنهم تنزلون تطبيق كويتمت تتابع لإدارة الأرصاد الجوية أو من خلال حساب بزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم